بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الزمالك في كل مكان وحلقة جديدة من زمالكاوي الحلقة النهاردة هتبقى عبارة عن استوديو تحليلي في الأول شوية أخبار ثم استوديو تحليلي عن مباراة نادي الزمالك ونادي المقاصة التي انتهت منذ قليل بفوز نادي الزمالك 1-0 أحرض الهدف إمام عشور هنشوف الهدف مع بعض دلوقتي ولكن لابد نحن نقول مليون مبروك لنادي الزمالك وجماهيره مجلس إدارته ولعبيه وجهازه الفني لأن المباراة أعتقد أنها كانت بست نقاط وليس ثلاث نقاط وليس ثلاث نقاط لأن المنافس خسر النهاردة من المصري أيضا هناك كان فيه مبارتان المصري كفاز على النادي الأهلي 1-0 أحرض الهدف هيسم لعيوني ثم فريق بيرامدز استطاع الفوز على غزل المحلة بهدف لإبراهيم عادل في ديئة 81 بكده تساوى الفريقان نادي الزمالك ونادي الأهلي لكل من هما 32 نقطة ولكن الزمالك لعب مباراة زيادة عن النادي الأهلي وأنا يمكن قلت مبارح هنا جماعة أهم شيء نادي الزمالك ما يخسرش أهم شيء ما نفقدش نقط المنافس قد يخسر بعض النقاط أنا مبارح ليس آيل هذا الكلام وسبحان الله أنه يردد النادي الأهلي يخسر ثلاثة بنت وإنت تاخد ثلاثة بنت أنا بعتقد أن هذه المباراة ومباراة المقصة هي ثلاث نقاط لي بعض التعليقات والكلام عن المباراة ده الهدف بتاع المباراة بتاع إمام عشور من زيزو ليه إمام عشور تصويبك العادة من خارج منطقة الجزاء خدعت محمد مجدي وسكرت شباكو هدف الحقيقة هدف يعني هدف غالي جدا جدا على نادي الزمالك لأن احنا أخذنا ثلاثة بنت والمنافس خسر ثلاث نقاط وبالتالي هذا الهدف يعتبر بست نقاط وليس ثلاث نقاط هدف غالي وفوز غالي جدا جدا في ظل نقص عددي أيضا بعد طرد أشرف بنشرقي في الشوت الثاني والزمالك لعب تقريبا 40 دقيقة بنائس لعب